صحاب فيهم جوجي الأنواع كين واحد النوع اللي تيكون بحل نفسك عمره ما يغدرك عمره ما يبغيلك شي حاجة اللي خايبة كما كنقوله يموت معك ويعيش معك وكين واحد النوع اخر واخدير معه اللي درتي إلا لقى فيك دقة ما غادش يرحمك القضية دير هاد النهار المجرم كما جاتلوا الفكرة كما غاد ينفد الجريمة دياله يعني ماشي شي واحد اللي كان مخطط او اللي اول غاد يقتل او اللي اول ينفد واحد الجريمة جاتوا الفكرة نفدها في البلاصة وخاكك المحقيقين ما قدوش انهم يوصلوا له بسهولة شحال ديال الوقت وشحال ديال التحريات يالله غاد يعرفوش كون هو كيلي غيقول ليزين بحرقتي علينا القصة القصة ما حرقتها متاشي حاجة لان المجرم ما غاد تعرفوه تالت تالي دير هاد الحلقة السلام عليكم كيدا يليم نتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو وانتو ما كيف مما كتمنوا ان شاء الله ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة القضية ديال هاد اللي لا قاضية واش من قاضية مشت ضحيتها واحد الام شابة السن ديالها ما كيتعداش عشرين عام وخلت مراها بنيتا ليلا في السن ديالها عامين ولكن هاد البنت شكول لي قتلها وشن هي الطريقة كيفاش قتلها وعلاش اصلا غادي قتلها القاضية فيها بزاف ديال المراحل خاصكم تتبع معايا مرحلة بمرحلة باش هاكا تكتشفو شكون هو المجرم شنو يا هاد القاضية وشنوقع فيها بالضبط اجي ونحكي هاد القاضية ديال هاد الليلة غادي تدينها لتوركيا وبالضبط لاستنبول استنبول هي ذاك المدينة اللي ما كيش فينا اللي ما كيحن مش انه يمشي لها شنهار يتسارى يمشي لذاك المطاعم يشوف ذاك المدينة كيدا يرا ولاني اسطنبول راماشي كل هاد يرا هاكك هي تقريبا مفروقة على ثلاثة كينا البلاسة اللي هي غادي السياح اللي فيها المطاعم فيها المحلات فيها داك الامبيونس فيها داك شي كلو اللي كنشوفوه في الانترنت وكينا واحد الجيهة اللي هي الجيهة الاسيوية داك الجيهة الاسيوية هي اللي عايشين فيها الناس اللي لا باس عليهم في توركيا فيها القصر فيها الفيلات فيها المنازل الفخمة وتقريبا هذيك هي اللي كنشوفوها في المسلسلات وكينة واحد جيهة ليساكنين فيها الفقارة ديال توركيا او لا تقريبا ديرين بحال الدور ديال الصافح اغلبية الناس ليساكنين تما تيكون من ذاك اللاجئين سوريين او الناس اللي جيه لتوركيا وديرين ها غيطرق يعني غديجلسوا واحد المدة ومن بعد غديحاولوا انهم يهاجروا الاوروبا في سنة الفين وطناش واحد دورية ديال الشرطة كانت تدور في ذاك الحيا الراقي او اللي في الجهة الاسيوية دائما في الليل مرتنج ديال الليل كانت تكون واحد السيارة ديال الشرطة كانت تبقى تدور ذاك المنطقة كلها باش هكا يتأكدوا بان كل شي هو هادك ذاك البلاصة فيها واحد طريق اللي كانت رئيسية كبيرة ولكن اللي من ديالها كانت واحد البلاصة اللي دير بحال الحافة اللي كان الليل ديالها تقريبا واحد ثلاثين او لا واحد الربعين مترو ومن الفوق كان واحد طريق اللي تانوية هادك البلاصة اللي كانوا يدوروا غادي يلاحظوا ان مع الجنب ديال الطريق طايحة شي حاجة اللي كان عندها بحال الشعر من اللي كانوا بعادين ما تأكدوش لك شي شنه هو ولكن من اللي قربوا لها غادي يتأكدو ان هالجسة ديال واحد البلاصة في اللول ما كانوا مش مسأكدينوش ميتة واللحية من اللي قربوا لها غادي يلقوا ان البلاصة لابسة واحد العباية اللي كانت حلا وطويلة الشعر ديالها مطلق غادي ينزل واحد فيهم من اللي قرب لها فعلا غايل قرب البلاصة طايحة على راسها ومراها وحل الكمية ديال الدم اللي كانت كبيرة هاد البلاصة من اللي بدك يحقق فيها غادي يلاحظ ان اللي دين ديالها بجوج بهم محنين وفي طوركيا لأطراك غالبا ما كي حنيوش يعني تيلا كانت عندهم شي مناسبة او لكن عندهم العرس كي يرغي واحد طورة ديال اللي حنة اللي كتكون خفيفة في اللي ديالهم اللي محققها بتعندها وقدك يقلبها لعنق ديالها باش هكي يتأكد واش داك البنت ميتة او اللي مازالة حية ولكن من اللي حطي الدع لعنقها غادي يتأكد انها ميتة بقا كي يشوف فيها وكي يقلب حداها واش يلقى شي حاجة واش القصك ديالها ولكن ما لقحت شي حاجة الشي اللي خلاهم يطلعوا للطريق الفوق وبدو كي يقلبوا قالوا ممكن ان هاد البنت وقعت لها شي حاجة كانت مع الصباح ورمط راسها من الحافة ولكن وقت العول الطريق اللي الفوق مرقوت تشي حاجة لجودتا لاغدلي في الصباحة يشوفها الطبيب ديال التشريح من اللي بدك يشوف لها في الملامح ديالها البنت باينة فيها بقا صغيرة لعمر ديالها ما كيتعداش عشرين عام طبيب ديال لحظة ان البنت مكحلينها بواحد طريقة ديال العرب يعني تكحيلها كانت عامرة ومش بدمع الجنب وفي نفس الوقت كي يمغوتكم اللي الدين ديالها محنين من اللي بدك يشوف فيها قالوا هاد البنت غالبا رمان تحراتش انها كانت تحرات وطيلة بغا تترمي راسها من الحافة حركة لاشعورية يدها غدي تمندهم يعني وكرر القيناح تلي الدين ديالها مضربين والضربة غالبا كانت غاد جيها في الراس ديالها اما في الوصد اما في الجنب ولكن الضربة في هاد البنت عندها غي ضربة اللور واخها هكاك غاد يندلها تشريح وغاد ينتأكد فعلا من اللي درها تشريح وشاف الجثة ديالها لقاء ان ذاك البنت ما فيها حتى شي ضربة من غير واحد ضربة اللي كانت الجمجمة ديالها مهرسة من اللور يعني البنت غالبا من اللي طاحت من ذاك الحافة طاحت الظهر ديالها طبيب الشرعي غاد يكتب تقرير دياله وغاد يقولهم ان الجثة غالبا ما نتاحرتش وكان شي واحد اللي يدفعها بالاضافة ان هاد البنت كانت كتتسعمل لانسولين يعني كانت مريضة بالسكر وكان ضروري اخصي وميان تير لانسولين المحقيقين من اللي الطبيب الشرعي يعطاهم التقرير بدو كيدنوا البحث ديالهم لان ذاك البنت وخرف على الباصمات ديالها ما لقاوا لي حتى شي معلومة يعني غالبا هاد البنت ماشي تركيا هي بين لمحواجها لمتك حيلة اللي كانت دايرة بالاضافة لذاك الحنة اللي كانت دايرة في ديها في سنة الفين وطناش شكو الناس اللي كانوا بزاف تركيا اغلبية ديالناس اللي كانوا كيمشوا لتركيا هما الناس اللي كانوا هربانين من سوريا وخاصهم مشوش بلاسة يطلبوا في هاللوجوء وطركيا كما كتعرفوا كانت واحد البلاد اللي مشاولها بزاف ديال اللاجئين كين فيهم اللي ما زال عايش في تركيا اليومين هادا من اللي عرفوا ان البنت في العمر ديالها عشرين عام كادير لانسولين ومن جنسية عربية قالوا انا نسبقوا بالسوريين هما الوالا غادي نقلبوا ونشوفوا هكا في السجلات اللي عندنا شكونية هادا البنت ولكن الحاجة المهمة اننا عرفوا ان ذاك البنت فيها السكر تركيا داك الساعة كانوا مليك يجوا اللاجئين وكيطلبوا اللوجوء وكيصابوا والوصائق ديالهم اللي فيه شي مرض مزمين تا هو كيكسبوا باش هكا كي يستفد من الدواء كي يستفد من رعاية طبية بحاله بحل اترك يعني المهمة للمحقيقين ما كانت صعيبة خاصهم بنت سن ديالها ما بين تسعتاش وعشرين سانة ومريدة بسكاري بدو كي يقلبوا وفعلا ما غيقوش بزاف ديال لبنات اللي كانوا طلبوا اللوجوء ذاك العام وفيهم سكر تقريبا غيوا واحد الخمسة وعشرين بنت او لستة وعشرين بنت اللي كان عندهم ذاك المواصفات ولي كان فيهم لمرضيال السكر بدو كي يقلبوا هذا الميلف اللول هذا الثاني هذا الثالث تغي وصلوا الواحد الميلف اللي يلقوا فيه الصورة جلد ذاك البنت اللي يلقواها طيحة من الجبل عرفوا ان اسميتها نور يلا هجات التوركية تقريبا هدي المدتها الخمس شهور مزوجة وعندها بنيتة يلا غادي تكمل عاماين المحقيقين من اللي قال لهم الطبيب الشرعي ان البنت تمانين في المية انها انتحرات كنخص اندارو يدير واحد تصرف هما عندهم واحد اللوجيسيال كي يخدمو به كي ياخدو الكمبيوتر كي يعطيوه العبار ديال الجدسة يعني تقريبا طول ديالها الوزن ديالها الشكل التقريبي ديالها وكي يعطيوه ذاك المسافة اللي انتحرت منها اللوجيسيال يقبض ذاك الرسم وكي يطيحو تقريبا نفس الرطيفة هي ما كي يطيحو نوبع الليمن نوبع الليسر نوبع للطهر ولكن في جميع الحالات تدقى ما جات في الدهر ديال الجنجومة يعني غاليبا هادي كانت واقفة وشي واحد دفع على الدهر ديالها واخاكك المحقيقين هاد شي ما قنعهمش خدو واحد دمية اللي كان عندها نفس الطول نفس الوزن نفس الهيئة ديال ذاك البنت ومشاول البلاصة في اللقاوها وبدو كي يجربو لانا في توركيا في الجرائم ديال القتل اولا في الجرائم ديال الاغتيصاب ولا في اي جرائم هاد النوع ما كي تساهلوش وكي يحاولو انهم دائما يلقاو المجرم داك الشيء لاش واخا هادي كانت غيلا جيئة سورية وعيشات امه بقاو كي يقلبو باش هكي يوصلوا للحقيقة ومشاول ذاك الحافة طلعوا ذاك الطريق التانوية قبطوا ذاك البوبوية بدو كي يسيبوها سيبوها تقريبا واحد لخمسين مرة ولكن وقت ما تطيح ما كي تجيش نهائيا في الدهر ديال الجمجوما ديالها جات عل وجهها جات عل جنبها جات عل الجنب الاخر ولا اني باش جي هاد دقة في ذاك البلاصة النيت ما جاتش عليها نهائيا الشي اللي غادي خليهم يشكوا وغا يبدو ديال البحث ديالهم رجعوا ذاك الميل في ديال البنت باش ياخدوا العنوان ويمشوا عند الزوج ديالها وهكي يسولوا شي اسئيلة باش يارفو مراتو واش كانت كتعاني يمشي حاجة واش كانوا عندها شي مشاكل واش كان عندها شي دافع اللي غادي خليها تنطاحر عرفوا ان اسميته زاهر السن دياله سبعة وعشرين عام واته هو جا قد دق دمراتو خداوا العنوان ومشوا للدر ديالهم وبقوا كيدقوا عيوما كيدقوا مدة طويلة هو لاني الباب كانت مسدودة الشراج مهارطين دطافي يعني غالبا هنا المحققين بقوا واقفين واحد لمدة شوية بدوا كيسولوا الناس قدوا الصورة ديال ديال البنت اللي اسميته هانور وكما قلكم في العمر ديالها عشرين عام وبدوا كيوروها الجيران اغلب يد الناس اللي شفت صورة ديالها تيقولون معمري مشتها المهم المحققين واخا هكك بدوا كيضوروا ديال الحي وكيسولوا الناس تاغت بلهم واحد البنت جاي لابسة عباياك حلا ملوية على راسها واحد الشال في الكحل غي شافوها عرفوا انها مجنسية عربية جبدو تصويرا اول ما وروها تصويرا وقلوا هش كيسعرفي هاد البنت قتلهم كان عرفها هادي نور صاحبتي الدر ديالها رافين كينا ولكن تقريبا هادي يومين ولا تلتيام مشتها لا هي لا راجلها لا بنتها المحققين بدو كيحاولوا انهم يتواصلوا معها ويسولوها ولا ان البنت كان عندها واحد تركية اللي كانت ضعيفة قلوا هادا بقعت بشي معانا لمركز ديال الشرطة غادي نسولوك شي اسئيلة وغادي نور للدكتر للدار ديالك هنا يا البنت بدت تكتلف واحد شوية ولكن وخاكك مشات معاهم اول ما ادخلت لمركز ديال الشرطة جابوا لها واحد الموترجيم باش هكا اي حاجة قلتها لهم يفهموها شكا تقول بدو كيسولوها عرفوا منا ان اسميتها لوبنا في السن ديالها خمسة وعشرين عام وتهية يلا جاءت للمدينة ديال اسطنبول تقريبا غيشي تسع شهر من اللي سولوها على نور قلت لهم نور صاحبتي قلت لهم فوقاش اخر مراشتها قلت لهم اخر مراشتها هادي واحد تلتيام ولكن روقعت واحد الحاجة هادي تقريبا غي واحد اليومين قلت لهم شنية هاد الحاجة قلت لهم انا را خدمه في مطعم ومن المطعم اللي خدمه معاه ما نعنا نهائيا اننا نجاوبوه على التليفون ذاك الشيء لاش من اللي كان ندخل لخدمة كان سكتو وكان ديرو في جيبي ما كان قد نجاوبوه على التليفون ديالي بتاك نخرج من الخدمة من اللي خرجتوه للبارح لقيت ما عند النور تقريبا واحد العشرين ابل انا اتخلت من اللي عايت لها وقلت لها شن واقع قلت لي ما واقعت شي حاجة انا بنتي را كنت بغى نخليها عندك هاد النهار عندي شي شغال وعيدت كنقلب على شي حد نخلي عنده بنتي ولكن ملقيت شي واحد ولكن ما تخافيش ده براني تصرفت بنتي راكتها لواحد صاحبتي ستبقى معها هاد النهار قلت لهم قد كان هادر انا ويها في التليفون واحد ساعة نور قلت لي لو ابناء عافكت هالله يفرسك ردي لبار راسك ما تخليت شي واحد يتفلع لك انتي بنت مزيانة وضريفة قلت لهم قد كانت توصيني واحد ساعة سوالتها قلت لها مالكي قد تقولي له هاد الهدرة ياك ما غادي تصافري ولا غادي لشي بلاسة لها شوفي المهم انا كنوصيك ردي بعلك على راسك ما تخليت شي واحد يتفلع لها لك انتي بنت مزيانة عيشي الراسك ودي ذلك الشي اللي بغيتي قلت لهم الهدرة دي النور دخلت لي واحد شوية ديال الشكل ولكن واخاهاك ما اهتميتش بسلامة بسلامة مراها هاد اليومين كان عيض كلقى التليفون ديال هنطفي المحقيقين هنا قلوا هادر انا على نور فاشخ الدامة شنو كتدير في حياتها يعني شنو كتدير دبا فتوركيا قلت لهم نور اصلا واحدة اللي باقة صغيرة زوينة بزفل وجانة ديالها العائلة ديالها كانت واحد العائلة اللي كبيرة في سوريا ولكن الضرف ديال الحرب ما بقى عند حتى شي واحد من العائلة ديالها دك الشي اللي شافت الناس كلهم جاي لتوركيا تهي يهزت بنتها وقالت غادي تجي لتوركيا قالوا لها هادرين لا على راجلها قالت لهم اصلا زاهر رمشي راجلها هي الزوج ديالها كانت عايشة معها في سوريا وبالضبط في المدينة ديال حالب ولكن مني وقعو دك منفجارات ووقعو دك الشي عائلتها كلها ماتت تزوج ديالها مات هي كانت زوجت به وفي السن ديالها يلا خمستاش لعام راجلها كان واحد الراجل اللي ضريف كي بغيها كي يحترمها ولدت مع هداك البنيتا مرمت زوجات به تقريبا بواحد العامين انص ولكن تهومت واحد من الفجار واحد ساعة نور لقات راسها ما بقى لاتشي واحد من العائلة ديالها من اللي شافت كل شي جاي لتوركيا باش ينقدر اسو تهي هزت بنتها هزت لكار ديالها ومشت مع عباد الله من اللي كان جاي فالطريق دك الساعة طلقت هداك اللي اسميته زاهر زاهر السن دياله يلا واحد ستة وعشرين عام تل وريني كان واحد اللي كي ما كان قوله ولد الحرام اول ما شاف البنت بقى صغيرة زوينة ممع هاتشي واحد من اللي كانوا جايين فالطريق خدامن عند هالبنت من اللي كانوا كي سجلوهم وكي وجدوهم من وراق ديالهم قلها قولي انني راجلك هكا غد يعطيونا حقها الدار وغد يعاونونا ملي غي عرفوا اننا اسرة وحدة هي مسكينة كانت ما كتعرفت شي حاجة ملي قلها هاداك الهدراء ملي وصلت عند اللجنة وبدو كي سولوها قلت لهم هاداك السيدة رها راجلي واش هاد البنت بنسو قلت لهم اه هادرها بنسو بالنسبة لبنتها ديالها كان في السن ديالها يلا عامين واسميتها ياسمين هنا المحقيقين سولوا صاحبتها ودابا راجلها فين كاين رح نجينا للدار بقينا كندقو ولكن ما جاوبنا حتى شي واحد قلت لهم فعلا الدار ديالهم هاد يومين دو ما كيشعلش فيها شرج مما كيطلعوش يعني ما كينت شي واحد فدك الدار المحقيقين من اللي اسمعوا هاد الهدراء كاملة وعرفوا ان زاهر واحد لي كان غي كيستاغل لها سولو صاحبتها هاد زاهر فاش خدام دابا قلت لهم هاد هي المشكلة زاهر اول ما وصله الاسطنبول هو قبل ما يوصل كان عنده بزرد صاحبه اللي جاءوا قبل منه يعني كان كيعرف الناس كيعرف فين يمشي وكيعرف فين يجي من اللي وصله بدك يستاغل للنور قال هلا مدر تيجدك شي اللي وقلت لك غادي نقتلك بنتك ولا غادي نقتلك نسية المهم البنت ما كانش عندها تجريبة ما كانش كتعرف اول ما وصله التركيا بقى عليها بلعصة يوميا كيحيد لها البنت كيعلنف لها البنت ديالها سوف يضطر انها تدر داك الشي اللي كان كيقولها زاهر زاهر ولا كيقولها تدري الماكياج تدري الحنة تقدي حالتك ولا كيمشي وكيتاجر بها السيدة كانت خايفة منه داك الشي علاش كانت تقدر داك الشي اللي كيقولها كان منك يديها الشي بلاصة ما كتقدش حل فمها الفلوس هو اللي كان كيتخلص يعني شي واحد اللي اعطيها شي حاجة كيعطيها غيبينه وبينه وتهية كانت لاش تدد شي فلوس ما كتقولش عليها نهائيا المحقيقين هنا يا شكو واحد شوية في زاهر هات السيدة كان كيستغلها من لي ما بغى تشدر داك الشي اللي قال لها قبض ودفعهم داك الحافة من السؤال فين هي بنتها يكما قبضت البنت تهية وقتلها او اللي دار فيها شي حاجة رجعوا لذلك البلاصة اللي يلقوا فيها الجودة ولكن كانوا كانوا ينرغي الآثار داك الدم داك النور ما كينتش حاجة اخرى عيوما كيقلبوا كيطلعوا تصل الطريق الفوق وكيعودوا لهوده ولكن ما كينتش حاجة الشي اللي غيخليهم يبدو كيقلبوا على ذلك السيد الاسميته زاهر فعلا بدو كيقلبوا في تركيا كلها فيما كان شي طريق فيما كان شي حاجز أعطوهم التصوير دياله والمعلومات عليه لان في الملف دياله كانت كينات تصوير دياله السمية السن دياله والمواصفة دياله بالطبط كيفاش داير في الطريق اي طنوبل دايزة اي كار اي حاجة شكوا فيها كيوقفوها وكيبقوا هكا كيقلبوا وفعلا دات المدة ديال يومين وغادي القوا واحد الكار اللي جاي من مدينة اسطنبول وغادي الأديرنا من اللي طلعوا له وبدو كيقلبوا في ذاك الناس غايل قوا واحد الولد اللي المواصفة دياله دايرين بحال زاهر غا هو كنديروا واحد الكاسكتا رجال الشرطة طلبوا منه انه غادي هود من ذاك الكار ويعطيهم الهوية دياله هود معهم من الكار وعطاهم البطاقة اللي كانت بطاقة ديال اللوجوء غادي يتأكدوا انه هاداك زاهر اللي كيقلبوا عليه طلبوا منه انه يمشي معهم من المركز ديال الشرطة باش هكا غي سولوا شي اسئيلة السيد غي سمع المركز ديال الشرطة بدك يطلع باللوان بدك يصفر كي حمار بقاك يحاول انه يهضر معاهم ولاني تترك كلها تاوحت يوم ما كان بغي يقولوا شي حاجة من اللي وصل للمركز ديال الشرطة بدو كي سولوا قالوا فرها مراسك قالهم مرتي هادي المدة ديال الثلاثية والواربع ايام ما بقيت شتها هزت بنتها وخرجت من الدار سولوا علاش يكما مدابزين بنا تكون شي مشاكل قالهم ما كانت شي حاجة هزت بنتها وخرجت عايت ما كنقلب عليها عايت ما كنحاول نعرفها فين كينا ولكن ما عرفت عليها حتى شي معلومة هن المحقيقين قالهم احنا عرفنا كل شي عرفنا انها ماشي مراتك وانك كتستغلها وانها بسبابك ولا تكدر شي حوائج لمنافية الادب وانت اللي كنت كتستغلها مهدر هات الشي هاد المرة من اللي ما بغيتش مشي معك راكدتها لذيك البلاصة ودفعتها ورجعت في حالاتك هنا يا زاهر قالهم انا را ما قتلتهاش وما عرفش نهائيا انها ماتت انا من اللي خرجت مع الدار موليت اسمات عليها شي خبار قالوا له دابا قلس وقلنا كل شي باش نفهموا منك شنوا واقع قالهم انا مليكن جي من سوريا فعلا ما كان عندي حتش ريال ولكن انا مليكن جي لتوركيا ما عوالش انني غادي انجلس في توركيا توركيا كنت ديرها غطرق قلت غنبقى واحد المدة نجمع واحد المبلغ وغادي نمشي لأوروبا صحابي اللي كينين هنا عرفوني الى واحد السيد اللي اسميته اامين او لا ايمين لان هات السيد كان توركي اامين اترك كيقولها ايمين هات السيد هو حرق اول ما كنت هضر معه قبل ما كيتناقش معك كيقولك حط لي واحد الالف اورو هي اللولا داك الساعة تنهضر انا وياك من اللي كيتتافقو داك الساعة كيخستك تزيد واحد الالف اورو واحد اخرى وهو تكلف كيهربك لأوروبا المحققين قالوا له شنو علاقة نور بهات الشي قالهم انا مليشة التوركية قبل ما كنت نقلب كيفاش ندير الفلوس باش نجمع ذلك المبلغ في واحد المدتة اللي تكون بسيطة هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كانت قبالتي بدت كنجمع الفلوس كان صفتها تخدم ذاك الشي اللي جابته كان نخلص الكرة كان اكل شي حاجة قليلة وكان جمع في واحد المدتة بسيطة كنجمع واحد المبلغ دير خمسالاف اورو هنا تصلت بامين وقلت له راني خستني مشي لأوروبا انا ومراتي وبنتي صغيرة ولاني امين هنا يا غادي صدمني قال له شوف انا وخرني كنحرق ولكن مستحيل انتي ولدتلي صغارين هالدلالي الصغار فيهم غي الصدع طرق كلها كيبقوا كيبكيو كيدلوا ان المشاكل ما كانوصلوا لأوروبا تكي حمقونا انا راني مقرر دلالي الصغار ما انتي مش معي نهائيا انا ذاك الساعة من اللي اسمع ذاك الهضرة وقلت انا ونور المحقيقي سؤوله لماذا ستدي معك نور وهي ماشي مراتك اصلا قال لهم حتى انا كنت عوال وخانوصل لأوروبا ستبقى تخدم معي مثل الخدمة يعني ستنبقانتيها تمشي بالفلوس والفلوس اللي اجابتها ستبقى عندي وخصقت الخبر ان ابنت هامي ممكن لها ما قلت لها حتى شي حاجة وبقيت ساكت قلت انوصل ذاك الليلة وانطلقها والحرك ذاك الساعة سنقولها شنو كاين ولا ان هي من اللي اتفقنا مع السيد وعطيناها الفين اورو بقيت الفين غاد ينسدوها له السيدة بحلي حسيت بشي حاجة من اللي كنت خارجنا ويها مع الباب كنت حاني كنست تصبات ديالي تاك نحس بواحد ضربة في الراس ديالي انا ذاك الساعة غيبت ما غانفق تلمورها تقريبا بواحد ثلاثة ديالساعة من اللي بديت كنفق حسيت براسي ضايخ من اللي قلبت راسي لقدت الدم خارجلي من راسي ضرت على راسي واحد الفوطة ومشيت لمستعجلة تكليلة وممكن انكم تسولوهم داكليلاراني مشيت عندهم خيطوا لراسي من اللي قلبت جيبي لقدت راسي ما عندي لا تريفون لا فلوس لان البقية ديال الفلوس تقريبا واحد الالفين ديال الاورو وحدا اخرى كنت ديرها غيب جيبي قلبت على التريفون قلبت على الفلوس مالقي تشي حاجة داك الساعة ما عندي لا تريفون لا تشي حاجة باش نتصل بنور واصلا كانت فيا ضوخة ما غادي انتو قد تلغد له في الصبح من اللي عيت الامين قال لي فعلا سيدة رهاجات واركبات وراها في الحودو الدابة رام علي ان يقلعوا هنا يالمحقيقين من اللي شافوا السيد كي حلف وكي يعاود قالوا ما قتلتها قالوا غادي انزيدوا نقلب واحد شوية طيلا ما لقينا تشي حاجة داك الساعة غادي انزيروا زاهر ولكن قتلها غادي اعتارف محقيقين قالوا له بعدها قلنا شكنوا هاد اامين وشنو كيدير وفين كي يسكن قالوا هاد اامين انا راما كان عارفوش طلقتوا مرة واحدة اعطيتوا الفين اورو تفقنا انا وياه مراها موليتشتو ولكن واش كان عارفو فين كي يسكن ولاش كن هو راما كان عارفا لحتشي حاجة ولكن الرقم ديال تليفون دياله راح كان كي يتتصل بيا دائما الى قلبتوا في السجل ديال المكالمات انا غادي نوريكم الرقم دياله البوليس بعد ما اخذوا الرقم ديال زاهر ممشاوا وجابوا السجل ديال المكالمات دياله لقوا انه زاهر كان كي يتتصل اما بنور اما بامين وخصوصا داك الليلة لقوا مجموعة ديال المكالمات اللي كانت ما بينه وبين نور وبينه وبين داك امين المحققين هنسوا له قالوا لمني كنتي خارج نتا والسيدة بنتها فين كانت قالوا انا راتصلت بها وقلت لها هات الساعة رغم شو انت فهمهم عن الناس غنكملهم الفلوس غيشوفونا باش من اللي بغيون انطلاقوا الحراك يكون عارف شكل ديالنا قالوا غادي انتي معايا بنتي قالها قبطي بنتك باقة صغيرة وديها انت شي صاحبتك وحتى نكونوا غاديين داك ساعات نديهم عنا البنيتة ما عندنا لاش كل ساعة ندون كرفصوها قال لهم فعلا في النهار كنت عيطت لشي صاحبتها وداتها لها قلت لها غادي نخليها معاك من اللي رجعت للدار لبسات عبايك حلا دارت على راسها واحد الشالي كان قوي وكنا خارجين بجوجبينة تلوحت الساعة ضربتني الراسي انا من داك الساعة ما اندي علي حتى شي خبار هنا المحققين من اللي اخدوا الرقم دي الامن وطلعوا البيانات دياله غادي يعرفوه انه واحد اللي كيدير اي حاجة واصلا عنده بزاف ديال الصوابق كان كي تاجر في المخطيرات كي يدير داك شي ديال الضعارة كي يحرق الناس لأوروبا يعني واحد اللي مخلوض ولان المحققين باش يوصلولوه ويجيبوه شي حاجة اللي ماشي سهلة بدو كيفكرو قالوا غادي نديروا شي طريقة باش نجيبوه داك امين وتهو غادي نحقوه معاه هنا المحققين بدو كيفكروه في شي خطة اللي غا يجيبو بها داك امين تل عندهم اعطاولو واحد السيد اللي كان مجنسية عربية ولي كان خدام معهم في البوليس قالوا له غادي تصل بامين وغادي تفق معاه على اساس انك تنته واحد اللي يجي من سوريا وبغي يتحرق لأوروبا المهم بدك يتواصلهو بامين طلب منه المبلغ ديال ألف د الاورو قبل ما يقلعوا وارفد الأورو اللي للا غادي يقلعوا فيها من اللي جا عندو باش يعطاه الفلوس داك الساعة شدوه البوليس من اللي الدولة المركزية للشرطة بدو كي يسولوه هو في الاول كان معاقل حتى على شي واحد فيهم لا على نور ولا على زاهر ولا على شي واحد بدو كي اكدو معاه فكروه بالنهار فكروه بالبنت كي دايرة وانها كانت بغتي معها بنتها من اللي قالوا له الموضوع ديالبنتها قال لهم صافح بس دا بعد اعقلت عليها شكون هي قال لهم داك الليلة اللي كانوا غايمشيوا انا را كنت متطافق مع الراجل على اساس غايجي هو ومرته ولي اني من بعد من اللي صنا لي التالي فون ولقيت الرقم دياله اول ما جابت انها واحدة مرة بدت كتدر معايا وقالت لي انا راجلي ما غايمشيش غان مشي غي انا وبنتي اللي يعطيك السر هاد البنيتة را ما عندها حتى شي واحد في الدنيا من غيري بدت كترغبني واحد المدة طويلة ولكن انا وطلقها مستحيل انني انتي معايا شي بنت صغيرة هنا يا نور قالت لي شوف غادي انزيت كل مبلغ ديالالف دلالالورو بالاضافة الفلوسي انا وزاهر واخاكك هانتي معايا البنيتة صغيرة وكن متأكد ان ابنتي اعمرها ما غادر صدع قالوا فعلا تلاقي السيدة كملت لي الفلوس ديالي ووريت هالبلاسة اللي غاتمشي تشد من هالباس من ذاك الساعة ما عندها لي هاته شي اخبر ولكن غالبا السيدة راها دبها في الحدود وراهم غادي يقلعوا الاوروبا لمحقيقين قالوا كيف اشراها في الحدود وغادي يقلعوا الاوروبا السيدة راها ميتة والجدة ديالها راها في المشراحة هنا امين اعرف ان القضية بدأتك تحمد قال لهم شوفوا اعطوني الهاتف ديالي غادي تتصلب واحد السيد وغانتأكد والسيدة راكبت في الباس ولا موصلتش قاعدك الليلة فعلا المحقيقين اعطاوه التليفون دياله وغايدر واحد المكالمة تتصلب واحد السيد اللي عنده واحد دار اللي كان في الحدود ذاك الدار تقريبا كيشمعوا في هاداك الحراجة كاملين وكل مرة كيمشي واحد للفوج مليخ ذا التليفون بتصلب داك السيد قالوا يقلب لي فو SMITH وجو هاية البنت اللي سميتها نور معاها واحد البنت اللي صغورة يلا بعداً ا عندها عمان داك السيد قال له قطع انا واحد داءا المدو هاعود نعيطلك فعلا داك المدد يارار 10 قiti قالوا راكينا واحد البنت معاها بنية الصغيرة اللي سولتها ذا بتاصعلتها و البنت اللي معها رأها بنتها المحققين هنا يا مليتو السمعوا المكالمة ما فهموا حتى شي حاجة قالوا لامين شوف ده بغا تعطينا العنوان ديال ده كدر غادي نمشي ونشوفو شكون يا هات السيدة لان البنت اللي لقينا ومقتولة اسمية هانور وحنا متأكدين شكون هي ومن البيانات ديالها في اللول اامين كان نتردد لان هما واحد الشبكة اللي كبيرة وكل واحد فيهم كيدير حاجة واحد كيتخلص واحد كيصوق الكار واحد كيخبأ الناس واحد كيحرقهم يعني كانوا واحد المجموعة اللي بيناتهم واي واحد دار فيهم شي خاطأ كانوا ما كيتفاهموش معاه عيما متردد ولكن من اللي تتهموه انه هو اللي قتل النور قالوا ما انا غادي نعطيكم العنوان اعطاهم العنوان ديال الدار وفعلا غادي يمشي رجال الشرطة لدك الدار بدو كيقلبو قاوا فيها مجموعة ديال الناس تقريبا شي ثلاثين واحد مختلف الجنسيات كان فيهم اللي عرب كان اللي يجي من افريقيا اول غايمشي لأوروبا المهم مجموعة ديال الناس كان فيهم ايالات كانوا رجال الوحيدة اللي كانت صغيرة يدك البنيزة اللي اسمي ساعمين ملي سولوا لاشكن هي نور نردت واحدة وقاتلوا انا هي نور هنا المحقيقين غادي يشدوها ودوها نيشا لمركز ديال الشرطة باش غادي يبدو يبحثوا معاها ملي سولوا واش انتي نور قاتلوا مصطرحة انا راماشي نور انا را كانت مخلية عندي بنتها وملي سمت انها غادي تحرق واركبت في الباص وانا جيس قلوا لها وليك النور شنوق علها قاتلوا مان عافز المهم انا ذاك النهار عيطاتلي وقاتلي عافك انا را عندي شي شغال خلي عندك بنتي من اللي جات عندي وعطاتني البنت بدتك تعاود لي قاتلوا انا وزاهر راح نخلصنا لنبلغ ديال الفين ديال الاورو غادي نسي الواحد الالفين وحد اخرى وغادي نمشي انا وهو يوم عنات ابنتي قاتلوا هاشوفي انا كان وعدك اول ما غادي نوصل للاوروبا غادي نقلب باش نجيبك عندي باش تنتي تتهنيم هاد الحال لان المحققين غاي يكتشفوا ان ذاك صاحبتها والاسميتها تيسير بتهي كنت كتتخدم بحل خدمة ديال النور هي صاحبتها الواحدة اللي كنت كتعرفها من سوريا وجات هيوها حتى التركيا يعني واحدة اللي كنت كتعرفها قبل ما توصلها لتركيا وبجوجبهم من اللي وصل لتركيا وشي واحد كي يستغلهم إما ذاك اللي اسميته زاهر وإما شي واحد نصحابه كانوا كي يديهم بجوجبهم وكيشدوا على ظهرهم الفلوس يعني بجوجبهم كانوا عايشين مكرفسين من اللي وصلوا لتركيا كانوا كي يضطرهم شيو مع الرجال يديروا شي حواج اللي خايبين ولكن الفلوس كانوا غيلا شيطوا شي حاجة بلا الخبر ديال زاهر وبللخبر ديال ذاك صاحبه المحققين هنا يا بدووا كي يسولوها قالوا لها شوفي ذاك الليلة ستقولوا لنا بالطبط شو نوقع قالوا ما وقعتها شي حاجة أنا جابت لي البنز ولكن موراها لم أوليتشتها قالوا ما لم أوليتش قاعدت تصلات بك قالوا لهم اللي جابت لي البنز لم أوليتش سمعت عليها شي خبار هنا سيطلبوا منها الرقم الهاتف ديالها بشتهية هكا يتأكدوا من السجل المكالمات من اللي اعطتهم الرقم الهاتف ورجعوا لسجل المكالمات ديالذاك النهار لقوا أن نور فعلا تصلت بصاحبتها ذاك الليلة اللي غادي يلقواها فيها المحقيقين تصلت بها تقريبا مع جوية الحداش جيال الليل هدراتي وياها المدة ديالشي خمسة دقايق ومراها تليفون ديالنور غادي يطفى وغادي يختافي هنا المحقيقين بدوكي يحاولوا أنهم يتغطوا على صاحبتها باش هكا تعطيهم شي معلومة وليني واحد من ذاك المحقيقين غادي بقي يشوف ذاك البنت مزيان غادي يلاحظ أن هذه رواحة الشال اللي كان لون دياله قهوي هو يتفكر هضرة ديال زاهر قالهم أن نور ذاك الليلة مني كانت خارجة لبسات عباياك حلا ودرت على رصة واحد الشال اللي كان قهوي وليني هما مني لقاوا الجودة لقاوا أن السيدة شعرها عريان محدها لا شال لا ساك لاتشي حاجة ذاك الشال لاش غادي يحاول أنه يستفزها قال هاداك الشال اللي فوق راسك منين جاك؟ قالهم هاد الشال ديالي وليني المحقيقين بدوكي يحاولوا أنهم يستفزوا بالهضرة قالوا هادا الشال لقينا تصاور ديالنور اللي كان ديره على راسها وحنا متأكدين أن ذاك الشال بالطبط هو ديالنور المهم ذاك الليلة كلها وما كي يستفزوا فيها باش هكا تعاود لهم شنوقع وفعلا دست واحد لمدة وصاحبتها داقية غا تنهار وغا تبدكت أتعرف لأن السيدة كانت عيانة مدقدقة ملي كانوا في ذاك الدار اللي غادي يحركوا من النهار الماكلة كانت قليلة النعاس قليل غالصة مكرفصة يعني السيدة غا بدوكي يضغطو عليها دغية غا تنهار قاتلهم ذاك الليلة كنت غالصة وشد لها بنتها دارت لحظة للليل و هي غادي تعيط لي قاتل لي شوفي إذا جيت عندك و قالت هربي عليها لها بس اللي غا يديني أنا و بنتي قلت لها كيفاش قاتل لي شوفي ربما بقتش غادي أنا و زاهر زاهر راكن غايتفل عليها و غا نمشي غاية أنا وياه وبنتي كنت غنسمح فيها هنا في توركيا قاتل لهم لي عرفتوا شنو غادي يدير راني ضربتوا راسو وهربت له طبع راني تفهمت مع السيد اللي اسميته آمين و راني دابة كينف البلاصة الفلانية شدي طاكسي شحل ما قال لك اجي و جيبي لي بنتي لان يلاجس عندك و قال لي ترجعت غادي يمشي الحال طوبيس اللي غادي يدينه غا يهرب عليها و غادي ينضيع في المبلغ ديال السلف ديال الأورو قلت لهم ذاك الساعة ما كان في نيتي حتى شي حاجة لبست البنية تحويجها لبست حويجي خديت طاكسي و مشيت للبلاصة اللي قالت لي أول ما وصلت لقيت النور واقفة لابسة الأبيات ديالها ذايرا الشال وهذا الساعة ديالها اللي كان فيه البطاقة ديال اللوجوع و الهاتف المتنقل ديالها لان المحقيقين عيوما كيقلبوا الهاتف ديال البنت ولكن مالقاوش نهائيا قلت لهم أول ما وصلت خلصت مول الطاكسي نزلت عندها وبقت كنهضر أنا وياها قلت لي شوفي أنا غادي يمشي أنا وبنتي راني أول ما وصل الأوروبا غادي ينقدك كوني متأكدة ما غادي نخليك عيشة في هذا الحال بقيت هزلها بنتها ووقفة أنا وياها في واحد طريق اللي كانت من دلامة ما كيدوز منها حتى الشي واحد بقينا كنهضره كيفاش غا توصل الأوروبا شنو غا ديرت مما مني غا تمشي تل واحد الساعة قلت معا بالي علش هي غا تمشي الأوروبا وأنا غا نبقى عيشة في هذا العدب جاتني واحد الفكرة وخصوصا أننا كنا وقفين مع الجنب ديال الحافة قلت غادي ندفعها وغا نمشي أنا وبنتها على أساس أنني أنا هي نور بقينا كنهضره وبكت كنخطط كيفاش غا ندير قلت إليها دفعتها مباشرة تقد جدت فيها وتقد قاعد جرني معاها قلت لها شوفي فوق راسك ركينا واحد الحاشرة اللي كبيرة حاولي أنك يتحني أو لا تحيدي الشر وأنا غادي نحيدي هالك هي غيس معت حاشرة في البلاصة إحناس وبدت كتحيي الدرة ديالها لأنني أنا كنعرفها وكنت متأكدة أنها وحدة اللي كتخاف من الحاشرة من اللي إحنات وبدت كتحاول أنها تحيي تشال ديالها حيداته وبدت كتتسوسه وكتنفط في الشعر ديالها دكسها أنا دفعتها بلا ما نفكر خديت الشعر ديالها درته على رأسي ووقفت المدة ديال خمسة دقائق كان جاء الكار اللي غادي دينا للحودود ركبت معاه على أساس أنا هي نور فعلا من اللي كنا غادين في الطريق من اللي وقف الكار قلت له غادي نحبط هذه البنيتة راه بغد تخل الطوالة من اللي وقفنا تخلص مساك ديالها ومن الهوية ديالها واللي طلعت الكار وبقت غالسة أنا وبنتها البنيتة ديالها كانت صغيرة وأصلاً مولفابية لأنها نور كانت مليكة تمشي لشي بلاسة إما كتخلي بنتها معايا وإما كتخليها مع واحد صاحبتها وحد آخر احنا بجوج بينا اللي كانت كتعرفنا هنا في اسطنبول المهم المحقيقين بقوا وغي مصدومين لأن التفكير اللي دارت هذه البنت أنها تنتح لهوية ديالها وتمشي بلاسة الأوروبا وتدمعها بنتها شي حاجة اللي بزاف وخصوصاً أنهم كانوا صحاب وما كيتفارقوش لا في الصراء ولا في الضراء يعني بجوج بيهم كانوا في الهم مع بعضياتهم شي اللي كانوا كيدروه بسيف عليهم كانوا كيدروه بجوج بيهم في توركيا عندهم شي عقوبات اللي هي صارمة كتر من القياس وخصوصاً كما قلت لكم في القاضية ديال القتل أو للغتيصاب أو للخطف يعني هما العقوبات ديالهم مختلفين تماماً على ذاك الشي اللي كان أعرفه وفعلاً حتى زاهر غادي تحاكم وغادي تحكم عليه بعشر سنين ديال الحبس أما بالنسبة الآمن صراحة ما عرف بش حال تحكم عليه لأنه كان عندهم جموعة ديال التهم كان كيتاجر في المخدرات كان كيهرب للناس كان عنده حتى هو بزاف ديال المصائب اللي كيديرهم قد يالي هنا غادي تسالي نتمنى مأي واحد شف هاد القناة وطبعاً عجبوا المحتوى ما ينساش أنه يشترك ويدير جملة فيديو باش دائماً يوصلوا الجديد بسلام عليكم